السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو الجزء الثاني من الحشوات رح نعمل فيه حشوة البطاطا وحشوة اللحمة وحشوة الشاورمة بمكونات وسيطة قبل ما نبلش لا تنسوا تصلوا على النبي ولا تنسونا باللايك والاشتراك وخلينا نبلش وصفنا لليوم بسم الله نحتاج بالأول أربع حبات بطاطا مسلوقة أزلت القشة الخارجية وبعد هيك سلقتها بالماء أضفت لإلها الملح أثناء السلق وتركتها لحتى تنضج بعد هيك صفيتها من الماء وهرستها لصارت نعمة بهذا الشكل بعد هيك تركت البطاطا لتبرد وضفت عليها ملح وبغضونس مفروم ناعم بعد هيك ضفت عليهم الأجبان جبنة الشدر والمزاريلا طبعا الكمية حسب الرغبة حركتهم كثير منيح وهيك أول حشوة بتكون جاهزة طبعا كانكم تضيفوا بابريكا حلوة اللي هي البودرة الحشوة الثانية اللي هي حشوة اللحمة في مقلاس ساخنة ضفت فيها تقريبا 700 جرام لحمة مفرومة وضفت عليها ربع كوب زيت زيتون حركتهم مع بعض وبعد هيك تركتهم لحتى تتخلص من السوألة الموجودة فيها طبعا مع التحريك بمستمر من وقت لآخر بعد هيك ضفت عليهم ثلاث حبات بصل مفروم ناعم وملح حسب الرغبة البهرات اللي ضفتها ملعقة صغيرة كاري وملعقة صغيرة مسالة وضفت ملعقة كبيرة زيتار مجففة حركتهم مع بعض وتركتهم لينضاج البصل واللحمة وهيك اللحمة صارت جاهزة تركتها على جنب حتى تبرد وبعد هيك بعد ما بردت ضفت عليها مقضونس مفروم ناعم وجوز مفروم خشن حركتهم مع بعض وهيك بتكون جاهزة حشوة اللحمة وهذه الحشوة نفس هي حشوة الكبة لنحضر حشوة الشورمة منحتاج لدجاج تبلتو بتتبلت الشورمة وتركتو اقل اشي لمدة ساعتين والتتبيلة وبعد هيك وضعتو على النار لحتى ينضج وتركتو ليبرد طبعا تتبلت الشورمة سبق وعملت لها فيديو ضفت عليهم زيتون اسود وجبنة مزرلة وشدر الكمية طبعا حسب الرغبة وفلاف لمشاكلة مقطع مقعبات تقريبا كوب حركتهم مع بعض وبالاخر ضفت عليهم ميناس تقريبا ثلاث ملاعق كبيرة حركتهم مع بعض وهيك حشوة الشورمة بتكون جاهزة بتمنى بنهاية الفيديو يكون الفيديو عجبكم ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتوفي الجرس التنبيهات لا يصلكم كل جديد